المكونات لست أشخاص 700 لرام من لحم الضأن حفنة من الكزبرة بعض البقدونس 1 ملعقة كبيرة كزرة مطحونة 1 بصلة 5 ثوم 2 طماطم 1 ملعقة كبيرة ونصف مركز طماطم 5 ملاعق فريك كبيرة 2 رشة قرفة 1 قسم الكرفس ملحا فلفل اسود ليمون لحم الضأن البني هنا الضلوع الأول مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يضاف البصل المبشور إلى اللحم ويترك على نار خفيفة يضاف الثوم المبشور إلى اللحم مع الغليان على نار خفيفة تبشر الطماطم وتبشر ويضاف إلى اللحم ويترك على نار خفيفة تضاف الطماطم المهروسة وتخلط جيداً وتترك على نار هادئة أضف مصف كوب من الماء لإضافة البهارات أضف ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة المطحونة ملحاً وفلفل حسب الرغبة ويخلط جيداً يضاف الماء والساخن وبدع أغصان من البقدونس والكزبرة بالإضافة إلى قطعة الكرفس لإدفاء نكهة على صلصة نضيف القرفة المطحونة على طرف السكين نضيف القمح السلب المسحوق فريق عدة مرات بالماء حتى تتم إزالة نخالة القمح يفع البقدونس والكزبرة من الصلصة ويضاف القمح الأخضر المكسر فريق يغطى ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمنع فريق من التصاق بقاع القدر تحقق من التوابل ينضج اللحم ويصبح طرياً إلى حد الكمال وقد ارتفعت فريق أحبات القمح القاسي الأخضر المتشقق جيداً وقد تكثف الصلصة أضيف الفلفل الأخضر الذي ينضج ويطفي نكهته على الصلصة بعض أغصان الكزبرة مرحب بها غطيه وتركيه يقطع لمدة دقيقة قبل إطفاء النار أنه جاهز وها هو فريق الشربة للجزائري الذي نقلت وصفته إلينا أمهاتنا الجزائريات والتي يجب أن ننقلها سليمة لأطفالنا لا شربة جيدة بدون الفلفل والكزبرة تناول وجبة جيدة بالطبع أن تستهلك بصحبة فطيرة جزائرية جيدة من القمح القاسي إذا كانت المعدة بلداً فسيكون اسمها الجزائر ترجمة نانسي قنقر